الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يفاجئ النجم المغربي حكيم زياش بتصريح خطير يزلزل العالم بعد انتقال زياش إلى ريال مدريد خرج اليوم الأسطورة البرتغالية ولاعب نادي منشستر لنايتد الحالي كريستيانو رونالدو بتصريحات عظيمة جدا 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 حول انتقال النجم المغربي حكيم زياش إلى ريال مدريد قائلا أعتقد بأن حكيم زياش سيكون النجم الأول لريال مدريد متفوقا على السناء الجبار كريم بن زيمة وفينيسيوس جونيور وتابع كريستيانو رونالدو تصريحاته في هذا الأمر قائلا زياش لديه إمكانيات قوية جدا 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 ولديه فرصة عظيمة لإثبات قدراته مع نادي عظيم مثل ريال مدريد أعتقد أنه يمتلك الجودة الكافية التي تؤهله يوما ما للمنافسة والفوز بالقرة الزهبية البالوندور وأيضا أكد كريستيانو رونالدو أنه حزين بشدة من عدم قدوم زياش إلى فريق منشستر ونايتد بالرغم من أنه كان قريب من الفريق خلال الانتقالات الصيفية والميركاتو الماضي وفي ختام تصريحاته أكد كريستيانو رونالدو بأنه من العار على قرة القدم ما كان يفعل ضد حكيم زياش من ظلم متعمد في فريقه السابق فريق تشيلسي فلأجل هؤلاء اللاعبين مثل زياش خلقت قرة القدم تصريح عظيم من برتغالي إلى مغربي